وهنئوا إخواني الطلبة وأخواتي الطالبات وأحمدوا الله لهم على هذه النعمة بداية نعمة التوفيق للتواجد في هذا المكان الطيب ولهذا الغرض الطيب وفي هذا الوقت الذي غفل فيه الكثيرون نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح صحيح مسلم عن معقل بن يسار عبادة في الهرج كهجرة إليه فهنيئا لكم هذه الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت كثور فيه الهرج الهرج فسره كثير من العلماء بكثير من الألفاظ من القتل من الفتن وهي المرادة في كلامنا هذا وفي هذه المقدمة الهرج السائد الآن هو الهرج في الفتن واللغو في المعاصي والشهوات الله أكبر في الطعن في دين الله عز وجل من لم يقع في الطعن في دين الله عز وجل وقع في الإكثار من الشهوات والسعي في الملاذات حتى وقع في معاصي الله عز وجل من التبرج من الشواطئ الممتلئة من العري من كثرة الأصفار هذه التي يسمونها ترويح عن النفس وما يقع فيها من اختلاط وما يقع فيها من هتك للأعراض وما يقع فيها من استباحة للمحرمات بأنواعها وأشكالها صلى الله عليه وسلم أن يرد بالمسلمين ردا جميلا فأنتم قد وفقكم الله عز وجل لإشغال هذا الوقت الذي شغله غيركم بالمعاصي والآثام بطلب العلم والجلوس للاستفادة وللتفقه في الدين لا شك أن هذا توفيق من الله عز وجل يقتضي منكم الشكر بسداء يقتضي منكم الشكر ويقتضي منكم أن تعو بهذه النعمة أن تعو بهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليكم وعلينا فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النيات والأقوال والأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه طيب